ما تزال مفردات السلة الغذائية تلقى ردود أفعال إيجابية لدى المواطنين لا سيما وأن تنوع المواد فيها يلبي بعض متطلبات العائلات الفقيرة هسا بالوقت الحاضر زيت على عدس على حمص على تمن على معجون على طحين الوقت الحاضر زينا ذاك الشهر زينا وهذا الشهر زينا ونتأمل أن كل شهر توصل لنا من هذا الباب إذا تستمر زينا إذا هناك استمرار دهن والمعجون والعدس هذا كله زينا فيه للأفراد وكلاء الغذائية أكدوا أن تحسن النوعي طرأ على ما كان يوزع للمواطنين سابقا أما المفردات الإضافية المستحدثة فقد أسهمت في خفض أسعار المواد الغذائية في الأسواق شهر التاسع هم من طولة معجون وعدس وحمص وشكر وزيت وطحين المواطن يرتاح لهذا الشيء يعني قلل من معاناته من المشترى تدري أن هنا العوائل أكثرها يعني عايشة على الوجبة يعني إذا تستمر هاي الوجبة كل شهر بشهرة المواطن ما يحتاج بعد يشتري زينا ولا يحتاج يشتري شكر ولا يحتاج يشتري طحين حيذر الحاج العراقي الإخبارية كربلاء المقدسة